سلام عليكم. احنا معكم مستر رحمد عبد الجواد. ساينز تيتشر. احنا النهاردة هنكمل درس. كنا شرحنا جزء منه والنهاردة هكمل الجزء الثاني بتاع لسن 4 يونت 1. لسن 4 يونت 1 قلنا بيتكلم عن الامبرتنس of sunlight. اهمية السنلائت بالنسبة للليفن ارجانزم. في الدرس دا كنا تكلمنا انواع ليفنج ارجانزم. قلنا في عندي ثلاث انواع من الليفنج ارجانزم. في بريديوسرز وفي كونسيومرز وفي دي كومبوزرز. اخر حاجة اخدناها كنا تكلمنا على الكونسيومرز. وهنا هراجع سريعا على اللي انا اخدته. قلنا ان البرديوسرز البريديوسرز قلنا علي ان هي زي ار. ليفنج ارجانزمز. ذات ديبند. ذات ميك اتس اوين فود. باي زمسالفز. او باي فوتسانس. هي عبارة عن ليفنج ارجانزمز. بتصنع غزائها بنفسها. او عن طريق الفوتسانس. دي كده اللي هي البريديوسرز. وهنا اجزامبل البريديوسرز زي سم تايبس اف باكتيريا والجرين بلانت. بعد كده اتكلمنا على الكونسيومرز. قلنا ان الكونسيومرز بتعتمد على البريديوسرز في الحصول على الغزاء. فالذلك الكونسيومرز قلنا ان هي زي ار ليفنج ارجانزمز. ذات ديبند اون بريديوسرز. تو ميك اتس اون فوضي. عبارة عن ليفنج ارجانزمز كارنة حية بتعتمد على البريديوسرز في الحصول على الغزاء. دي كده اللي هي الكونسيومرز. قلنا ان الكونسيومرز عندي في نوعين من انواع الكونسيومرز. الطايبس اف كونسيومرز. قلنا الكونسيومرز فيد اون بريديوسرز. في عندي بعد كده. فيه كونسيومرز فيد اون كونسيومرز. كونسيومرز بتغزى على الكونسيومرز. كل الانمالز اللي بتتغزى على الميت. دي قلنا عليها كونسيومرز فيد اون كونسيومرز. زي ايه? زي اللايون زي الهاوك زي السناك زي الهيومن. كل ده كونسيومرز فيد اون كونسيومرز. يبقى الانمالز وكلهم كونسيومرز. الانمالز اللي بتتغزى على الـ green plants قلنا عليها consumers feed on producers والـ animals اللي بتتغذى والـ animals اللي بتتغذى على الميت قلنا عليها consumers feed on consumers بيقول إن الـ human هو الوحيد الـ human هو الوحيد اللي بيعمل feed on feed on producers and feed on consumers feed on producers and feed on consumers بيتغذى على producers وبيتغذى على consumers الـ human هنقول علي consumers feed on producers و consumers feed on consumers. بعد كده عندي decomposers. decomposers قلنا definition بتاع decomposers they are leaving organisms that get food هي عبارة عن كائنات حية بتحصل على الغذاء بتاعها by decomposing of dead bodies and food remains. عن طريق ان هي بتحلل dead bodies والfood remains. كل يركز معي كويس قوي في decomposers. decomposers هي الكائنات الحية اللي بتتغذى على اجسام الميتة وبواقي الطعام. decomposers دي كده زي ايه? بيقول لي decomposers دي كده اللي احنا لما بننزل في الاماكن اللي فيها بواقي طعام او زبالة كتير الاماكن اللي بنرمي فيها الزبالة بيقول لي الاماكن دي كده بيبقى فيها بنلاقي فيها حشرات صغيرة او وفيه كائنات احنا بنشوفهاش بعينينا. الكائنات دي هي اللي بتخلصنا من dead bodies and food remains. من الأجسام الميتة وبواقي الطعام. فدي سمناها ايه? سمناها decomposers. فالdecomposers قلنا عليها they are leaving organisms that get food هي عبارة عن كائنات حية بتحصل على الغذاء. from decomposing عن طريق ان هي بتحلل of dead bodies and food remains. بتحلل اجسام الميتة وبواقي الطعام. example decomposers زي ايه? decomposers? زي some types of bacteria. بعض انواع البكتيريا قلنا عليها ان هي decomposers. will yeast the fungus برضو decomposers. will breed mold fungus decomposers. اي حاجة اللي فيها بكتيريا او fungus يبقى دي كده. decomposers والdecomposers هي عبارة عن كائنات بتحصل على غذائها من the dead bodies and food remains. decomposers مهمة في حياتنا. هنتكلم برضو على the importance of decomposers. اهمية decomposers. اول حاجة في the importance of decomposers في اهمية decomposers بيقول ان decomposers help us to get rid of dead bodies and food remains. يعني بتساعدنا على التخلص من the dead bodies and the food remains من الاجسام الميتة وبواقي الطعام. احنا قلنا ان decomposers feed on dead bodies and the food remains. بتتغذى على the dead bodies and the food remains. فهي اللي بتساعدنا في التخلص من the dead bodies and the food remains. decomposers برضو بتعمل increase soil fertility. يعني ايه? increase soil fertility يعني بيتزود من خصوبة التربة. احنا قلنا ان البلانت عشان يعمل photosynthesis بياخد mineral salts. mineral salts يعني املاح معدنية. عشان هو يفهم يعني increase soil fertility هنقول له ان البلانت بيكون محتاجي المنيرال salts. decomposers هي اللي بتساعد في ان يبقى موجود في السويل موجود في التربة المنيرال salts اللي محتاجه البلانت. يعني هي اللي بتساعد في وجود الاكل اللي بيحبه. عشان كده البلانت بيمنو بسرعة في الاماكن اللي فيها في السويل اللي فيها decomposers. فكده ال decomposers بتزود من خصوبة التربة. يعني بتخلي البلانت ينمو في المكان ده بسرعة. فمن اهمية decomposers ان هي بتعمل increase soil fertility. تالت حاجة بيقولني ان decomposers used in a lot of industries بنستخدمها في العديد من الصناعات. يبقى لما يجي يقول لي what is the importance of decomposers ايه هي اهمية decomposers. قلنا number one. help us to get rid of dead bodies and food remains. بتساعدنا في التخلص من dead bodies. والفود remains او plant remains. we increase the soil fertility. we used in a lot of industry بنستخدمها في العديد من الصناعات. بعد كده في اسئلة give reason. لأسئلة دي مهمة. لما يجي يقول لي give reason. green plants called producers. ليه الجرين بلانتس قلنا عليه بريديوسر. زي هنقولي الديفنيشا متاع البرديوسر. هنقول له because they can make their own food by food senses or buy themselves. طيب لما يجي يقول لي برضو give reason green plants can make their own food. ليه الجرين بلانتس بتصنع غذائها? لان ايه هي اللي موجودة? الحاجة اللي موجودة جوه الجرين بلانتس اللي بتخليها تصنع غذائها هي الكلوروبلاست. فهنقول لي due to presence of the chloroplasts that responsible for making food by food senses. لان هي اللي بتستجيب ان يتعمل الفود عن طريق الفوتسانس. طيب لما يقول لي give reason. زرار chloroplasts in the cell of producers. فيه كلوروبلاست ليه? هنقول عشان الكلوروبلاست. قلنا في اول الدرس. to absorb sunlight that necessary for photosynthesis process. عشان تمتص الصنلايت اللي بيسعدها في الفوتسانس بروسس. طيب لما يقول لي plants need sunlight water carbon dioxide and mineral salts. ليه البلانت بياخد كل الحاجات دي? هنقول له to make their own food عشان يصنع غذائه. buy photosynthesis process. عشان يصنع غذائه. عشان يقدر يصنع غذائه. هنطري الفوتسانس بروسس. بعد كده number six during testing the presence of starch. we put the green leaf in asyl alcohol. اثناء الكشف عن وجود الاستارش. اه ليه بنستخدم ال green leaves? احنا قلنا ان الاستارش change the color of green leaf into blue. الاستارش عشان البلو. يبقى ده دليل على ان وجود الاستارش. على وجود الاستارش. ليه? لان الايدان سليوشن change the color of plant leaf into blue بيحول. change the color of starch into blue. بيحول. البلانت بيبقى فيها starch. ما نحط الايدان سليوشن. الايدان سليوشن بيحول لون green plant leaf بيحولها لبلو. فلما يقول لي give reason iodين سليوشن used to detect the presence of starch. ليه بنستخدم الايدان سليوشن بنستخدمه في الكاشف عن وجود الاستارش. هنقول له because it's color change into blue. in the presence of starch. لاني لونه بيتحول لبلو في وجود الاستارش. اه بعد كده number eight لا. اشان زاكرها. اه و number nine. number ten بيقول لي consumers can't make their own food. ليه الكونسيومرز ما بتقدرش تسمع غزاقها. لا اي حاجة يقول ليه هي مبتقدرش تسمع غزاقها. لان هي ما عندهاش كولوروبلاست. لان الكولوروبلاست اللي موجودة جوة ال green plant هي اللي بتخليها تقدر تسمع غزاقها بنفسها. فلما يقول لي give reason consumers can't make their own food. هنقول لي due to absence of كولوروبلاست او green plant. بسبب عدم موجود الكولوروبلاست. طب كاو and chicken considered consumers. الكاو اللي chicken consumers ليه? لان هما don't make their own food. and they depend on producers in feeding. لان هما ما بيصنعوش غزاهم بنفسهم. وبيعتمدوا على البروديوسرز في عملية الغزاق. فعشان كده قلنا عليهم ان هما consumers. طب lion and tiger considered consumers. ليه قلنا على lion والتايجر. هنقول له because don't make their own food. بس lion والتايجر feed on consumers. that feed on producers. الفرق ما بين الكاو والتايجر الكاو والتايجر بيتغزوا على طول على البروديوسرز. يعني بيعتمدوا في الحصول على الغزاء على البروديوسرز. لكن ال lion والتايجر الاسد والنمر بيعتمدوا على البروديوسرز على الكونسيومرز زيهم اللي هي الدير بيأكلوا الدير. اللي الدير بتتغزى على البروديوسرز. فإيجابة السؤال ده هنقول له لما يقول ليه lion والتايجر قلنا عليهم ان هما consumers. هنقول because they don't make their own food. لان هما بيصنعوش غزاقهم. but they feed on consumers. that feed on producers. وبيتغزوا على الكونسيومرز. اللي بتتغزى على البروديوسرز. بعد كده human considered consumers. ليه human considered consumers? برضو because human can't make their own food. its own food. لانه لانه ما بيقدرش يصنع غزاقه. but feed on. الhuman هو الوحيد اللي بيبقى feed on producers or feed on consumers. وبتغزى على البروديوسرز او على الكونسيومرز. decomposers can't make their own food. ليه الديكمبوزرز ما بتصنعش غزاقها? هنقول له due to absence of كولوروبلاست. الكونسيومرز والديكمبوزرز ما بيصنعوش غزاقهم بنفسهم. عشان ما عندهمش كولوروبلاست. فهنقول له due to absence of كولوروبلاست. بعد كده. bread mold fungus considered the decomposers. لما يقول لي اي حاجة ليه قلنا عليها ان يا decomposers? هنقول له because it gets its food by decomposing of bread. لانها بتحصل على غزائها عن طريق انها بتعمل decomposing of the bread. يعني بتحلل البريد. عن طريق تحلل البريد. بعد كده. food spoil if it left outside of refrigerator for long period of time. يعني الاكل بيتلف لما نحطه في التلاجة الفترة طويلة. ليه? هنقول له because food. it exposed to decomposers. لانه بتعرض للديكمبوزرز. as bacteria and fungus. لانه بتعرض للديكمبوزرز زي البكتيريا والفانجز. that decompose food بتتغزى على الفود وبيحلل الفود ده causing its spoil. وبسبب له ان هي بيحصل لها تلف. طب لما يقول لي give reason. decomposers have great economic environmental importance. يعني ليه? الديكمبوزرز ليها اهمية بيئية اقتصادية. او decomposers very important. لما يقول لي give reason decomposers very important. هنكتب الثلاث حاجات اللي هي الimportance بتاعت الديكمبوزرز اللي قلنا عليها. because help us to get rid of dead bodies and food remains. we increase soil fertility. we used in a lot of industrial. بنستخدمها في العديد من الصناعات. بعد كده لو جي قال لي جي what happens? plant leave have have no chloroplast. لون plant leave ما فيهش chloroplast. الكلوروبلاست هي اللي بتعمل photosenses. وال photosenses هو اللي بيصنع الفود للبلانت. فلو ما فيش chloroplast جوه البلانت ليف يبقى البلانت can't make it their own food. مش هيقدر يصنع غذائه because chloroplast responsible for making food. بتاعتها مش هيقدر يعمل make its own food or can't make photosenses. مش هيقدر يعمل photosenses process. the plants are not exposed to sunlight. لو البلانت ما تعرضتش للسنلايت مش هتقدر تصنع photosenses process. هنقول له the plant the green leaves become yellow. هيتحاول اللون هيلو. وهتضعف and weak because sunlight necessary for plants to make photosenses. او ممكن اختصار ده هنقول له the plant can't make photosenses process. البلانت في الحالة دي مش هيقدر يقوم بعملية photosenses. بلانت نمبر سري لأ. بلانت disappears from the environment. لو البلانت اختفت من ال environment. هنقول له all living organisms will die. كل الكائنات الحية هتموت لها. الكائنات الحية كلها بتعتمد على ال producers اللي هم ال plants. او ال green plants. absence of decomposers. ايه اللي هيحصل لو ما فيش decomposers. لو ما فيش decomposers. هنقول له the bodies of dead organisms remain a natural causing disease. هتنتشر dead organisms. الكائنات الحية وهتقل الاجسام الميتة وهتسبب disease وهتسبب امراض and fertility of soil decreases. وخصوبة التربة هتقل او ممكن نقول له the earth will covered with dead bodies and food remains. في الحالة دي كده الارض هتتغطى بال dead bodies and food remains. ده كده كان الدرس الاخير ولازم نحل الواجب اللي قلنا عليه عشان الواجب ده مهم في ان احنا نطبق كل اللي احنا قلناه. ومن ننساش كلنا نعمل اشتراك في القناة عشان كل الفيديوهات اللي هنزلها هتوصل لكم.